أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن افتتاح أول مطبخ مركزي في مدينة العريش تحت اسم مطبخ الكرم وأوضحت المؤسسة أن المشروع يهدف إلى تقديم أكثر من 15 ألف وقبة شهرية حتى نهاية العام 2024 مع التركيز على توفير وجبات غذائية متكاملة تلبي أعلى معايير الصحة وسلامة الغذاء في جميع مراحل التحضير والإعداد على أرض الفيروز كان النضال بالسلاح من أجل إحلال السلام والآن نضال جديد سلاحه الحب والإخاء تقوده حياة كريمة من خلال مركزها الإقليمي الجديد في سيناء لماذا العمل المجتمع؟ أنا عندي مشاريع كبيرة جداً هتؤثر على المستوى المعيشي وهتؤثر على الناس هنا في شمال سيناء بعد فترات زمنية متفاوتة اللي بيسد هذه الصغرات القطاع الخاص والأساس العمل المجتمع اللي هو بيصل إلى الإنسان اللي هو محتاج فعلاً أن نرفع مستوى المعيشي مطبخ الكرم هو بكرة أعمال حياة كريمة التي تم افتتاحها في مقارها الجديد بمدينة العريش ليصبح بذلك أول لبنة لخدمات مؤسسة في مجمل محافظة شمال سيناء الحياة ده أول مطبخ مركزي مؤسسة حياة كريمة تم افتتاحه النهاردة بيخدم الأهالي المستحقة في مدينة العريش والنواحي المجورة إن شاء الله المطبخ هيقدم بإذن الله 15 ألف وجبة يومياً حتى نهاية عام 2024 بالإضافة كمان مش بس الأهالي المستحقة من أهالي شمال سيناء بالإضافة كمان للأهالي فلسطين اللي موجودين هنا معنا في العريش اللي بيعمل في المطبخ هنا السيدات المعيلات التي تم تمكينهم اقتصادياً طبعاً كل عملية التعبئة والتغليف والتوزيع الأهالي بنظام ترك الأبواب لحد باب البيت طبعاً عن طريق متطوعنا المنتشرين في السبع وعشرين محافظة وإحنا عندنا في حياة كريمة 28 مكتب على مستوى الجمهورية تاتي هذه الجهود لمؤسسة حياة كريمة ضمن مساعيها الدقوبة لتوفير رعاية متكاملة للمواطنين من الفئة الأولى بالرعاية وذلك بعد فحص وتمحص شديدين لوصول المساعدات إلى مستحقها أينما كانوا في كل ربع مصر المحروسة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر